خمس تذاكر للتأهل لكاس العالم لم تحسم بعد شوط أول يمكن يكون المنتخب المصري هو صاحب أفضل نتيجة في المباريات الجولة الأولى المنتخب الوحيد اللي يقدر يحقق المكسب على أرضه وتتبقى ليه أو يتبقى ليه شوط تاني بقى هيكون أعنف هيكون أصعب لكن نحن لها بإذن الله في بعض الأخطاء أو بعض التحفظات مش هؤلاء الأخطاء اللي يمكن على مستوى المنتخب في المباراة الأولى وده اللي يمكن مقلق الناس شوية من مباراة تانية أمام منتخب في منتهى القوة عنده من العناصر اللي ممكن تمثل خطورة كبيرة جداً لكن حقيقة منتخبنا دفاعياً مش بس في مباراة السنغال أولى لكن حتى في بطولة أمم أفريقيا نقدر نقوله نقول إنه هو بقى متماسك جداً صحيح دفاعياً هنعاني شوية وأنا يمكن هاخد رأي طبعاً ضيفنا ونجميلها النهاردة كابتن خالد جادالة في النواحي الدفاعية لكن كمان يهمني أكلم على الشكل الهجومي اللي ممكن منتخب يقدمه في مواجهة السنغال خلونا في البداية نرحب بيه ونقوله أهلاً وسهلاً في بيتك مكانك ومصرحك أهلاً وسهلاً كابتن خالد أهلاً بيك يا أحمد وكل سنة ونطيب وكل سنة وشاهدين بخير يا رب العظيم يا رب بحق الأيام المفترجة دي إن شاء الله المصريين يفرحوا حاطين إدنا على قلبنا شوية يا كابتن خالد في مباراة مصرية ومباراة في منتهى الصعوبة خليني أخذ رأيك أبتدي معك من القاهرة الأول قبل ما أروح للسنغال وأشوف أشوف كده يعني المباراة دي بعيون كابتن خالد جدالة إيه اللي يتحسب لنا إيه اللي يتحسب علينا إيه الحاجات اللي قدمناها ويعني زهرنا في المباراة دي بشكل كويس وإيه الحاجات اللي انت شايف إن احنا محتاجين نشتغل عليها بسرعة طبعاً مباراة القاهرة كانت مباراة صعبة جداً برضو يعني مباراتين أي فرقة على بنفس مستوى السنغال فرقة بتعرف وهي معها الكرة بتهاجم وهي ما معهاش الكرة بترتد للدفاع بسرعة دي تبقى فرقة جمد يعني التحول ما بين الدفاع والهجوم ومن الهجوم للدفاع أي فرقة بتقدر تعمله دي بتبقى فرقة جمد وفرقة السنغال بتتميز بهذا الكلام عشان كده إحنا برضو لعبتنا ما كدش بتلعب بارتياحية ليه لأن اللعيبة أول ما بتفقد الكرة لعبة السنغال كل واحد بيرد في النقطة اللي المفهوض يكون موجود فيها بسرعة ما بيسرحش مع الكرة ما بيفكرش الكرة دي ضعت ليه لأ الكرة بتتقطع بيرتد بسرعة والفرق بقى اللي هما بيتفوقوا علينا في سنة لما بيقطعوا الكرة التحول للنحل هجومية هما أسرع مننا في الحتة دي وعشان كده لازم في الماتش اللي هو بتاع يوم التلاتة نخلي بنا من القصة دي يعني النقطة دي بشكل كبير جداً أجر حماسك